اشتركوا في القناة صلاح الدين ليس عربيا وإنما كردي أولد بتكريت بالعراق لم تعادل قوة صلاح الدين العسكرية قوة الصليبيين في أي معركة جرت بينهم أبدا بل كانوا أضعاف جيشه دائما ورغم ذلك هزمهم شر هزيمة بصدق إيمانه جاهد صلاح الدين 12 عاما كاملة لتوحيد الشام بعد أن تمزقت مملكة السلطان المجاهد نور الدين بعد وفاته فأصبحت كل مدينة دولة ثم تفرغ لمعاركه الرئيسية مع الصليبيين كان صلاح الدين رحيما حتى مع أعدائه فكان بعد فتوحاته يقف على طريق النصارى المنهزمين ينظر إن كان فيهم عجوز أو مريض ليعينه على حاجته ودفع الفيدية لفقراء النصارى بالقدس عندما فتحها من أمواله الخاصة فتح صلاح الدين القدس الشريف بعد أن كان في يد الصليبيين لمدة ثمان وثمانين عاما جاهد صلاح الدين الممالك الصليبية في الشرق وجيوش 12 دولة أوروبية وحده فلم ينصره بعدة أو عتاد أحد من الممالك الإسلامية ورغم ذلك لم تضعف عزيمته لم يتقابل ريتشارد قلب الأسد مع صلاح الدين الأيوبية أبدا وقد طلب ريتشارد اللقاء ورفض صلاح الدين عندما مريض ريتشارد أرسل له صلاح الدين أطباءه لعلاجه لكن ريتشارد قلب الأسد ردهم وجه صلاح الدين الأيوبية الحملة الصليبية الثالثة المعروفة بحملة الملوك وقدرها 250 ألف مقاتل انضموا لمئتي ألف مقاتل من الممالك الصليبية في الشرق فلم يستطيع استرداد القدس بل هم من طلبوا منه الصلح حزنت الأرض على موت صلاح الدين من شرقها إلى غربها حتى أعداؤه حزنوا عليه لما رأوه من عظمة أخلاقه بشهادة المؤرخين الغربيين الذين ألفوا المؤلفات في وصف أخلاق صلاح الدين حاكم صلاح الدين 24 سنة انقضى منها 16 سنة راكبا على الخيل مجاهدا في سبيل الله فعاش أغلب حياته في الخيام ولم تفتنه قصور الدنيا رحمه الله وحينما مات دفن معه سيفه داخل قبره